بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني الأعداد أهلا بكم يلا بينا نعجح درس جديد مع الدولة الفاطمية البداية معاد سؤال الأول قامت الدولة الفاطمية في بلاد طبعا الدولة الفاطمية قامت في بلاد المغرب في شمال أفريقيا وده أول إجابة معنا دين تأسست الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا طبعا زي ما احنا عارفين على يد آب عبيد الله المهدي السؤال رقم ثلاثة بنى مدينة القاهرة لتكون عاصمة للدولة الفاطمية طبعا الراجل اللي جه مصر هو جوهر السقلي السؤال رقم أربعة بنقول بمجيئه أصبحت مصر مقرا للخلافة الفاطمية وشوفوا السؤالين دول عقص بعض يا أولاد السؤالين دول يعني انت هنا بنتكلم على لما القاهرة عاصمة للدولة الفاطمية أنا بتكلم هنا على جوهر أما مصر ضارا ومقرا للخلافة الفاطمية أنا هنا هتكلم على المعز السؤال بعده بيقول في أواخر عصر الدولة الفاطمية استنجد مين بالصليبيين يبقى هنا كمان معانا السؤال رقم ستة بنقول استطاع جيش نور الدين محمود بقيادة شاور درغام جوهر السقلي أسد الدين شيروكو آه حتة خبيثة أوي يا أولاد ما بتاخدوش بالكو منها استطاع جيش نور الدين محمود القائد اللي على هذا الجيش كان أسد الدين شيروكو سبعة النجح في إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر طبعا هو صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين أنهى الخلافة الفاطمية وأسس الدولة الأيوبي تمانية قامت الدول المستقلة في مصر احنا عارفين إن الدول المستقلة قامت في العصر العباسي الأول ولا العصر العباسي الثاني تما دي يجي نفتكرهم عباسي أول كوة وازدهار عباسي تاني ضعفي وانهيار آه ضعفي وانهيار في العباسي التاني وده بسبب إيه اعتماد العباسيين على المواري ولا رفض الطلونيين ولا به ولا دال بص بقى الغشين فيكو هيروح رايح لدال يقول لك بعض مصر عن بلاد الحجاز والشام أقول لك خالط عشان هي كانت بعض مصر عن مركز الخلافة العباسية في بغداد أما الإجابة الصحيحة هي ألف اللي هي اعتماد العباسيين على الموالي منصر منهم الموالي؟ هم المسلمين؟ بس مش عرب وروح رايح لتسعة أول دولة استقلت عن الخلافة العباسية بص يا أولاد إحنا عندنا لو دولة استقلت تماما تبقى الفاطميني بس دي مش قصتك أنا عايز أول دولة استقلت تبقى الطولونية تبقى آخر دولة المملوكية عشرة تطلع الفاطميون للسيطرة على مصر من أجل الفاطمين دول كانوا عاوزين يضموا مصر فاكرين علشان صورات مصر خيرات مصر قربي مصر من الشام والحجاز وده طبعا نتيجة ليه؟ توسيع دولتهم غربا ولا رغبتهم في زيادة الصروات؟ طبعا رغبتهم في زيادة الصروات 11 زال نفوذ الخلافة العباسية فاكر لما جوهر السقل القائد الفاطمي دخل مصر أسقط الدولة الإخشدية وزال نفوذ الخلافة العباسية وأنا نختار جوهر السقل اتبع الفاطميون عدة وسائل السيطرة على مصر احنا قلنا هنا أولاد إن لو نفتكر المعز الدين اللي لها الفاطمة عمل جمع أموال محد الطرق آه بس كده روح للإجابة رقم ألف ماهد الطرق من القائروان للإسكندرية كانت نقطة انطلاقة الجيوش الفاطمية نحو مصر آه نقطة انطلاقة من القائروان لسه ختم بها القائروان القائروان دي موجودة فين يا أولاد؟ في تونس طلب جوها الرس كلي تونس دي كان التاني إيه؟ إيه يا مستران؟ انت روحت للجغرافيا؟ آه أنا بربط والله تونس دي كان التاني الفوسفات وفاكر التاني إيه؟ راجع كده منهجك وقول لي تونس كانت المركز التاني في حاجتين اكتبهم تحت في الحلقة عندك أتلاقيه بنقول هنا رقم 14 طلب جوها الرس قلي من الخليفة المعز الدين الله الفاطمي المجيء لمصر بعد جوهر كلم المعز بعث له رسالة على الوطس يا عم المعز تعالى شوف اللي أنا عملته في مصر آه هو عمل إيه بقى جوهر؟ أكيد بنى مدينة القاهرة النتج عن الصراع بين شاور ودرغام على الوزارة فاكر شاور استعان بنور محمور درغام استعان بالصليبيين وبالتالي النور استطاع أن يهزم الصليبيين في مصر بدأ التفكير في استلاء الفاطميين على مصر منذ بداية دولتهم تغير وضع مصر وتبعيتها لما جه جوهر ولا المعز لما جه جوهر مش المعز السؤال ده كانت الناس بتنقبط فيه اتجت الجيوش الفاطمية للسيطرة على مصر من جهة هي جهة منين؟ جهة من الغرب يا بشا من عند بلاد المغرب نقطة انطلاق الجيوش الفاطمية نحن قلنا كايروان والكايروان موجودة حاليا في تونس هو من اللي كان عمل الكايروان؟ اهتم بالعمران فابان القايروان يبقى معاوية بن أبي سوفيان زال نفوذ الخلافة الحباسية مؤقتا خلال عصر الدولة طبعا الفاطمية لان رجعت تاني في عهد دولة الممليك تحولت مصر من ولاية تابعة الى دولة قبرى يوجد بها مركز الحكم في عهد طبعا المعز عشان المعز يتخذها مركزا للخلافة الفاطمية يدل تكرار محاولات الفاطميين للسيطرة على مصر على الفاطمين حاولوا يسيطروا على مصر أكتر من مرة وده أكيد عندهم رغبة في توسيع دولتهم شرقا ولا رغبتهم في تخليص مصر من العباسيين أكيد هم حاوزين يوسعوا دولتهم من جهة الشرق كانت مدينة ناط انطلاق للجيوش استولى جوهر على مصر في عهد الخليفة الفاطمي جوهر طبعا استولى على مصر في عهد الخليفة الفاطمي يولاد اللي هو المعز لدين الله الفاطمي جوهر بنا مدينة الكاهرة من أهم المنشؤات الفاطمية في مصر طبعا عندنا المسجد الأموي لا طبعا المدرسة النصرية دي بتاعة المماليك الظاهر بيبرس مماليك أنا عند الجامعة الأزهر طبعا صح جوهر السكلي تم بناء مدينة الكاهرة طبعا يولاد في عصر الفاطمين برضو جوهر السكلي تعاون الوزير درغام بنقاط في صراعه مع شاور درغام استعان بس صليبيين سطاع جيش نور الدين محمود بقيادة ناط لانتصار على الصليبيين قلنا بقيادة أسد الدين شيروكو أنا الخلافة الفاطمية صلاح الدين بانا ايه لا مش معنا في الوان عجبال الله ضعفة الدولة الفاطمية بعد الدولة الفاطمية ضعفة يولاد هو من كان آخر خليفة قوي كان المستنصر بالله اللي هو بعده الدولة بدأت تضعف أرسل للفاطميونة جيشا لضم مصر بقيادة طبعا يولاد هنا أرسل الفاطميونة جيشا لضم مصر بقيادة جوهر السكلي يرجع انهيار الدولة الفاطمية إلى الدولة الفاطمية قلنا حصل ايه ضعفة في الخلفاء وزادت نفوز في الوزراء شاور ودرغان يرجع ظهور الدولة المستقلة في مصر لعدة أسباب ومنها هل انها مركز الحكم ولا مكانتها ولا موقعها طبعا موقعها بنقول هنا بعدها عن مركز الخلافة العباسية في بغداد انتقست المكانة سياسية للعباسيين عند ظهور الدولة لما أقل المكانة العباسية نتيجة ظهور الدولة الفاطمية ارتبط ظهور الدولة الفاطمية في مصر به ظهور الدولة الفاطمية طبعا ارتبط يا أولاد بهل الوحدة في العالم ولا الانقسام ولا التوسع ولا سقوط العالم الإسلامي هل كان فيه واحدة ارتبط ظهور الدولة الفاطمية في مصر بهsplث ظهور الدول المستقلة ليهakah انقسام العالم الإسلامي اي من الدول التي لتلاتة وسعت على حسابها الدولة الفاطمية طبعا أولاد هي الدولة اللي جد من خلال صلاح الدين الأيوبي اللي هي دولة الأيوبية من خلال دراستك لأحوال مصر زمن الفاطمي نتضح ان معظم اهتمام الدولة الفاطمية كان في الجانب الجانب عسكري ولا اجتماعي ولا عسكري تعال نفتكر كده هما الفاطميين عملوا ايه انا محفظها لك كنت بقول عملوا ايه جيش اسطول ديوان واسور جيش اسطول يبقى ده هروح للجانب العسكري وبكده تكون خلصت الدولة الفاطمية شوفكم على خير في حلقة جديدة ربنا يوفقكم شكرا